في رحب المدرسة الأسماق يمنزانك في رمضان ونصول عقيدتنا العظمى للمسلم تغدو قرهان بحر التبيان الوافر جاءت في أغلاة بيان وعلى نهج الدين الطاهر في كل زمان ومكان أحكام شريعتنا الأمثل تسمع علينا تزداد نرجو فيها أرقام هل ودلائلها من القرآن أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله عجيب هذا الإسلام وعظيم نعمة الله علينا فيه فأن ما جعل علينا في الدين من حرك أبدا ربنا ما جعل علينا في الدين من حرك يسر الأمر تيسيرا ولذلك أنا استقرأت تاريخ الفقه كله كتحقيم معرفي وجدت أن أفقها أأيسر الفقهاء على مرة تاريخ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من بعده صحابته وكانوا ميسرين لا معسرين معيثنا ميسرين لا معسرين يعني سبحان الله إن دين الله يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه يسر الدين عجيب سبحان الله العظيم في الصلاة في العبادات ففي ناس لها أعذار معينة فتاتي فرائض زي الصلاة الصيام هذه الفرائض لأصحاب الأعذار فيه ستناء فمسلا الحامل إن خافت على حملها وجنينها خافت على نفسها المرضعة الهرم في السن الشيخ الكبير الذي يعني سبحان الله المسافر بعض الناس في المستحدثات طب يا شيخ فيه مباراة للفريق القوم فده في مهمة عمل في رمضان طب نملك لن يفطر ليه يعني عاصل ده عمله يعني وعمل شاق زي مثلا الفران اللي بياخذ عنه الفرن والحرارة سبحان الله الحداد اللي هو أو اللي بيشتغل في الكيري الحديد اللي هو بيشتغل في الحدادة أمام الفرن اللافح اللي حرارته مش عارف كام سبحان الله هذه عمال المناجم سبحان الله واخد ذلك يعني ده يعمل ايه هل هذا طبعا لا يعني مش عشان احنا نعمل كرة ونقول كذا وكذا لا يعني سبحان الله هو اذا كان محترفا ده شغلته بياخذ راتب من هذا العمل لكن لا ينوي الافطار لا هو يصوم ويواصل فان وجد انه بدأ يا سبحان الله العظيم لا ينتج دي مسألة اخرى لكل حديث حديث اما غير ذلك فيمسك عن ال ايه الاجد والشهر وربنا يضع فيه البركة باذن الله ربنا وصائم يعني ان شاء الله وربنا يسهل وسجل اهداف يعني لكن لا يفطر لا اللفه الدوران في دين الله طبعا شوف الاسلام وعظمته يحافظ على الجنين في بطن امة سبحان الله والعجيب ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي اوجد للانسان او للجنين حقا قبل وجوده الجنين ليسه بط امه ايه الحق سبحان الله العظيم عجيب قال ان هو قبل ان يوجد ان حقه على ابوه ان يختار امه محترمة ملتزمة وهو وهي برضو نفس القضية حق جنينها عليها ان تختار له من قبل ابو محترم ترضى خلقه ودين سبحان الله ولذلك لما كانت عريس تزوج وبعدين حملت زوجته فراح للشيخ قال له يا شيخ بارك الله فيك علمني كيف ربي ابني قال له انت يا ولدي تزوجت قال له نعم قال له وزوجتي حام قال له خد تأخرت كثيرا انت جيت في النصيحة متأخر بلدي التنين الاول عشان اقول لك ايه المواصفات واشرع لك القصة لان يا ابني سبحان الله المرأة هربونية الصبح تبقى راضية بعد الظهر تبقى غضانة بالليل تبقى نكادية حالتها كده وانت ما فهمتش القصة ما فهمتش الموضوع مش هتعرف تعاملها وانت يا بنتي الزوج ده لما بيتعصب ويزعل بيحب ايه يدخل ديه الغرفة ويقسموني لا يدخل ده ابدا لازم الان الان يا عم ما يرضى عليك يا ام حسن ابدا ام حسن لازم عايزة الان طب الان ده لما يطلع الغبان من جوه ده كما يقول علماء الاجتماع الديناصور دخل الكهف اللي هو الرجل يعني بالله عليك لما انطلع الديناصور من الكهف هو غضان هاخذك بالحط لا هاخذك بورقة طلاقة طب ليه ما استني انت اللي ما يكون عندك كوب ساخن في درجة حرارة غليان مية شاي تمسك الكوب هو ساخن ولا استني ما يبرد استني لما يبرد شوية الصباح رباحي بنتي لا هتكسب ايه الان سبحان الله وانت ايها الرجل يجب ان تحتويها وتعتملها لانها هرمونية في ايام يا مؤمن ربنا قال لا تصومي لا تصلي الاوامر الشرعية نفسها سقطت من علي لانها في خلل معين انت ليه عايزة تعاملها كرجل تلاتين يوم ما ينفعش فلازم ان نراعي هذه المسال الاسلام راعى كل هذه القضايا لانه دين الحياة سبحان الله دين يعني سبحان الله العظيم الناس تتمنى ان تموت في سبيل الله الاصعب منه من يجب ان يعيش في سبيل الله احنا يجب ان نعيش في سبيل الله اه نتمنى ان نموت في سبيل الله شي جميل ولكن الاصعب من كده ان نعيش في سبيل الله يقول لك الطبيب والله يا شيخ سبحان الله رمضان ضع علي ولا صليت ولا ترويح ولا غير طب انت بعد الافطار تروح العيادة والمستشفى وتعالج الناس وده هذا فرض والترويح نفل الفرض مقدم على النفل وانت يا ابن بالسجل والله يا مولانا في التلفزيون برامج تنفع الناس وحاجات طيبة ويعني حياة اجتماعية مفيدة وبرامج الدنيا مفيدة هذا يعني هذا عام الفرض والترويح نفح والفرض مقدم على النفل وهكذا فكل انسان يستطيع ان يجد عظمة هذا الدين في تيسيره كبير السن طبعا لا يستطيع ابدا انه يستطيع الذين يطيقون يعني بصعوبة فده بيخرج يعني يفطر صائم عن كل يوم بإذن الله طبعا العلماء يقولون واجبها لكن انا ارى واجبت ايه يعني الصائم ده مش بيفطر وتسحر هو بيفطر بس يا أخي ايه ويقولك هي كامل سيدنا الشيخ هو ركب سيارة مثلا بأرقام فلكية سبحان الله اللوحة اللي عليها لو تبعد في السوق تصرف على عشر أسر لمدة السنة ويقولك يعني عشر دولار قويس حوله لقوة إذا بالله تبتفصل مع ربنا يا اخي اتق الله بح بح على نفسك شوية يا عائشة لا توكي فيوك الله عليك نسأل الله ان يفهمنا امر ديننا وان يهدينا سواء السبيل لا تنسوا من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحب المدرسة الأسماق من زانت في رمضان ونصول عقيدتنا العمى للمسلم تغدو قرهان بحر التبيان الوافر جاءت في أغلاة بيان وعلى نهج الدين الطاهر في كل زمان ومكان أحكام شريعتنا الأمثل تسنو علينا تزدان نرجو فيها أرقام انهل ودلائلها من القرآن